بكل وضوح مع البروفيسور المامون مبارك دريبي بالإسم ديال الأب والأم ما شك يتصرفوا الأخرين راه الزواج عبط الله راه ماشي واحد الحاجة السحرية ويدخل صلح فاتغ يفقصوا لحزات بكل وضوح مجتمع تحت المجهار ما هي لها الملعى النفسي جهاز الملعى النفسي هو الأب والأم من ثلاث سنين فوق كانوا دون حكوه فولادنا راه الزوج هاكي يجي كيستهلكها على كل حك يأكله ما شك يأكله بشخصيته بقوة شخصيته بدكاء يعني أي ذكر أي أنت على وجه الأرض عنده رغبة باش يوصل العلم الله سبحانه وتعالى كيستر بكل وضوح من ثلاثة للخميس على ميد راديو مع البروفيسور المامون مبارك الدريبي بكل وضوح على إداعة ميد راديو البرنامج اليومي تداء من الجوج تدروني إلى نقاط أنتم في الاستماع الميد راديو الإدعال أقريبا منكم دائما في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي بكل وضوح واللي كانت تكلموا فيه على مواضيع اجتماعية كتهم حياتنا اليومي رفقة الكاتب والباحث تفتح لنفسي وعلم النفس البروفيسور مامون مبارك الدريبي أهلا بك برووفيسور مرحبا للأسنة أبارك الله فيك الله يبارك فيك نحن سعداء بهد السنة الجديدة في ميلاد القناة العزيزة على قلوبنا وقلوب المغاربة فكل عام وميد راديو بخير وكل عام والمغاربة بألف خير مع هذا الإعلام الوطني الحر الصباق لخدمة التقافة والمعرفة فالحمد لله بوجودكم الحمد لله تحية لكل المستمعات والمستمعات أو في على التواصل وما تصور شاب خوفيسور يعني في الحفل يعني للدار في مراكش بصلاة نسا الحمد لله بحضن الله يعني واحد دفع إلي يعني استند الوحيد اللي كان في يعني مستمعي اللي جوا من دوان مجاورة وجوا من مراكش يعني كامل باش يكونوا حاضرين معنا يعني صراحة المسل المحبة والدفع دي المستمعات ومستمعين الحمد لله أنا عندي جوج دي الكسكات عندي الكسكات دي نسبيا الرجل الصغير للأعمال اللي أنا مدير مقاولة وتنخدم في هذا الإطار هذا وعندي الكسكات دي المحب بالتقافة والمعرفة فساعدتنا في المقاولة من اللي تتشوف واحد الموظف ترقى معك في العمل تتشوف المقاولة ديالك أتفتح الجوج لفرع ولا ثلاثة فاليوم أنا حقيقة فرحان كتير الاستحمد الشرعي والأستاذة فاطم الزهر الجديلي وجميع الأطور لأن من لي كيفتح واحد المقاول واحد المشروع دائما تكونوا مستشارين دائرين به تقولوا لي عندك القيطعة في خطورة عندك راه غادي بشير الكراس مالك عندك راه ما غا تلقاش مع ما تخدم عندك راه المغربة الضهرة عندك راك حل الرأس ما فيه ثيقة شليك يبقى واحد شياطين محل كم ساكن اللي كيدروا تنبؤات السوء وبالعكس عطاني كتلقى الصالحية يقولوا لا راه المغربة فيهم خير راه غا تلقى أطور شباب اللي غادي نعتمدوا لهم وغادي نربحوه من اللي كتوصل للمقاولة اللي عندهم قراءة المقاولة مش فقط الهدف رأس المال خاص يكون هدف رأس المال خاص نتير بحوه بشي قدروا يتجرون ولكن تكون استثمار اللي فيه واحد القدسية واحد نوع من عفوا الاختيار يتوضع على رأس المال ويتوضع عنده هدف فالحمد لله بهذا المستثمير المتقف سيحمد الشرعي رجل ثقافة ورجل معرفة ورجل صحفة ولو أنه ما تيحبش أنني نسميه في الإعلام فاسمح الياس سيحمد الشرعي اليوم اختار القاعدة الديونتروجية لكي اهتمام كبير بروح المواطنة الحمد لله لأنه من لا يشكر يقول كوري له فكنشوف أنا شحل من صحفي وصحفي خدمة كنشوف الحمد لله كيفاش مهلين الإدارة ففرحت الصحفيين في جميع الأمور لمنحية التأطير لمنحية جميع أشياء كنشوف الحرية والحماية لأنه مسكين عطي ظهرون العافية باش نتنقت الحرية التعبير فهد شي كله راه هدية المغربة فكنقول المغربة كين الخير وباقي الخير كين كان هو كان زاد كتر الحمد لله مع هد وهذا الفعل كله هو فعل محمد السادس نصره الله لأنه لكل زمان وضع رجاله ونساء جاب لهم الناس اللي غير يتعاون معهم وجاب لهم الناس اللي غير يخدموا البلاد معهم فهذا واحد الأهد اللي كان اعتبره أهد نعمة المغربة اللي يقدم إن شاء الله كين تحديات ولكن موضوعنا اليوم هو العنف والاغتساب داخل مؤسسات الزواج أكيد بروفيسور أنه في مشامعنا المغربي سبحنا للأسف كلمسوك اللي لاحظو على أنه ظاهرة الغتساب الزوجي والعنف في الأزواج يعني هي في ارتفاع متزايد يعني كتوصل الاعتداءات ضد الزوجة فكين بروفيسور باش كين بعض النساء اللي كيصبروا لهالتصرفات من الوحش من طرف الزوج وكين لكيصمتوا لأنه ما عندهم مش في الأسرة أنه المرأة تطلقوا ترجع لدار والديها أو للأسف ما عنداش قدرة مادية مامسلحاش بوحد الشهادة باش ننفق على راسها وعلى ولدتها مبعد طلق وكين لكيخاف من الزوج لأنه عارف أنه معتدي ظالم منتهك الجسد وكرامة المرأة وبتالي كين كذلك اللي كيلجئوا الجمعيات المناهضة ضد العنف الزوجي وكلي كيمشوا القانون ولكن فبروفسور نبغو اليوم نتكلموا على هاد الظاهرة وعلى هاد المشكلة كيفاش كتشوف الوضعية والنفسية دي المرأة المعنفة والمرأة المغتصبة يعني في العلاقة الزوجية وتملك زوجها لها يعني تملك الجسد ديالها الروح ديالها وكأنه عبد عنده أولا من الممتلكات الخاصة هو للا شنه هو الطابع اللي كيجعل الإنسان يكون اختلف على الوحش الله سبحانه وتعالى فصرت تكوير من اللي كيتكلم لنا إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سويرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش وحوشيرت هذه هي القيامة يصف لنا الله القيامة أننا نفهم حال الشمس غطفة نفهم أن النجوم غد نضاتر أنه أشياء كتزول آيات من الآيات القبرى كتزولها الله رحو وتعالى ولكن شنه نفهم وشنه نحكمة أن الوحوش غد تتحسن الجمه ما قيمت هذه المعلومة أن الشمس غد تزول ما غير بقاش الطاقة الشمسية غير تعطل حم الحاجة هذه معجزة كبيرة الجبال كذلك ولكن الوحوش حشرت ما فائدتها شنه الحكمة اللي فيها والوحش ما شهر فقط هو التمساح ولا الأسد ولا هو واحدة واحدة الإنسان وحشي اللي بغي يشوف الوحشية الهمجية فعصرنا الحديث يعني في القرن التاسع عشر اللي بغي يشوف جوجنا ماديج أنا مليك نشوف جوجنا ماديج ما كان قدرش أنه كل واحد السيمان يتلف الشاهية كنتمشي اللي بغي يتلف الشاهية ديالله اللي بغي يصدم راسه شوية ويعرف الوحشية الإنسان يشوف جوجنا ماديج يشوف هشنه دار هيتلير النظام النازية في أناس أبرياء عائلات يهودية اللي نصرهم المسلمين لا في المغرب ولا خارج المغرب خبارك بأن اللي كانوا يجيوا النظام النازي يقلب عليهم فرصة كانوا المسلمين يعطيوا شواهيد العائلات يهودية بأنهم مسلمين فاللي أعطاه جامعة واللي أعطاه إيمام هذي الشاهدة كانوا يفلته ينذكروا التاريخ وكانوا يشدوهم ما دين تشي جريمة ما قاتلين ما صارقين ما دين تشي حاجة فقط أنه تاجر ناجح أنه عنده تجارة عنده معمل دلوخ الدام وهو ما عنده معمل ما يشخد دام فكانوا يقولوا هذي هذا ناجح إذن كده شي أسري أخرى ما شي تاجر يعني فاطن دكي فالواحد تاجر ده بحاليا في فرنسا شاف جاء العديد من القاولات بدأت كتصنع الخبز الباقيت بتايمان ناقص وهو ما عندهش الكلفة كيدير شمش هصنع صنع ديستريبيتور اطماتيك دي الباقيت بدر آلة كتلوح المواطن واحد أورو وشي حاجة كتلوح لها الباقيتة سخونة من ديستريبيتور قالي لأخر كيبا قال لي هون ديستري ما عنديش إمكاني باش نتحارم معاهم قال لي هما عندهون معامل كبرى قال لي عندي الدكاء بساقرة ديالها دي ثم اللي بغى عاوتاني ياخد درس في القرن 19 في الوحشية الهمجية الكبرى يشوف لكمير روج اللي كانوا كيجعلوا السجناء يياكلوا بعضياتهم يياكلوا فاميلتهم كيسجنوا عائلة يخلهم بالجوع تواحد فيهم كان يطيح مريض قرب يموت وكيجي الحاس يقول لهم بغيتوا تعط قراصكم هاد على قرب يموت فيكم جبدوا الكبدة دياله وطيبوها وهاكوها البغطة وهاكوها القصبور مع النوس والربيع تيروي واحد أنا شفت شاهد دياله قال لي هم كليد كبت ولد عمي قال لي هم ولد عمي صافي قرب يموت قال لي هم مشينا بموس وجبدنا الكبدة دياله قال لي هم وقردناها وطيبناها قال لي ولي كاني قال لي فارمشي صدفة أن الوحش هو التيمساح هادكرا تخلق في صيفة وحش هادكرا كي أدي الوظيفة دياله من لي أساد كي يكون شو واحد نرى ما درش ما درش جريمة عاش الحال دياله كأساد طب يا فهو تيخبرك بالصوت دياله تيقولك أنا أرى أساد كيخبرك بالرأي حق دياله تيقولك أنا أساد تيخبرنا بالشكل دياله بالحجم دياله أنا أساد فملي كانت خبروحنا بالصوت عن بعد عمرك ما تسمعشي أساد سكت كي يظهر عن بعد تتعرفوا كي تقوله دا كيين أساد كتشم ريحتو شنو كتشكدير كتتاخد الحدر أما تخييري جيك أساد في صيفة دياله لغزال كي يكون ربيح داك وتيلي عبدك زنية تقدير بحق كوين القزح داك ويوريك فورما دياله ويوريك الألوان دياله شنو غادي تدير غادي تسحب ورا غزال وغدت عشر منتاب لغزال وحضنا تكين وحد ديك لهاي دورة لغزال وكي يخرج لك تحسب منه ذاك الوحش سؤالي واش هاد الوحشية هادي واش هي في الطبيعة أولا مكتسبة قافيا دا سؤالي كنت راح المستمعيين كنقول لهم واش كين شي جينات بحاج جارية حاليا في هارفاد وفي عديد من من المراكز العلمية الكبرى كي يبحتو واش كين شي خاصية في الدماغ عند المجريم وعند وعند الإنسان الوحشي لقاوه ماذا يترس لقاوه رخو برا راكي لقاوه لقاوه بأنه كين واحد الإفرازات اللي تعرض لها الجنين في كرش الأم دياله لقاوه بأنه هاد الإفرازات من بعد كتتتأثر على واحد الشخصية دياله لقاوه ترابات من اللي دارت حاليا الولايات المتحدة الأمريكية لديكوضاج ديال لجنوم إما لقاوه واحد لجن مسؤول على السكيزوفريني وذباتي يبحتو باش يأكدو هاد الإطرحات لذباتي يطرح لقاوه واحد لبارتكولار عند الناس اللي هم مراض السكيزوفرين لقاوه واحد الجن اللي قدري يدوز بغلاغي دي وذباتي درسو على مدى الفعالي ده الجان وهذا فهما الناس كي بحثوه من ناحية العضوية لأن الضربات ره ماشي صدفة كتظهر عن شي أشخاص ولكن كي بقى دائما الباب الروحي والباب التقافية هو عنده دور فكي قدر الإنسان ره ماشي محتوم عليه إلا كان بهم مجرمين ماشي محتوم عليه قدر أنه يكون مجرم يقدر يسقل من من شخصيته بالعون دي الله وبالعون دي الصالحين والصالحات وهنا كان نستند الحديث دي لذلك الرجون اللي كيروين ناوس سلم اللي قتل 99 روح ومشاب غي توب وقال لي واحد الرجون انت ما عندكش حق في توبة لأنك قتلتي بزاف فقتل قتلو وكمل به المياه وتيقول لي واحد أخر ما كيش لي كيحول بينك وبين توبة غير تذهب لواحد الأرض فيها الصالحي وبعد على هاد الأرض اللي ارتكبتي فيها الأعمال الخبيثة وبقام مع هادوك الصالحي انت ما حتى ستموت فهنا أعطانا الله النبي سلم واحد للإشارة بأن ما كيش حتمية فدائما فتأملي الصورة التكوير لاحظوا معايا بأن في هاد الصورة هادي فين غير تكلم الله سبح و عن الموؤودة وإذن الموؤودة ذو سئلت بأي ذن من قتلات صدفة هذه صدفة في الصورة اللي تكلم الله عن الوحوش غير تكلم عن الموؤودة وهنا الموؤودة عند العرب هي هذيك الفتاة اللي كانوا كيدفنوها بحكم أنها أنت وكاد تعتبر غير تجيب لهم العار لأن كذا وكذا وكذا كن كيدفنوها أنا سنقول من باب المجازي باقي الأنت كالتوؤد الآن في عديد من الأسار المغربية والعربية الأمازيغية الإسلامية باقي العديد باقي العديد العائلات التي وقدوك اللي حرموا بنتهم من الدراسة من اللي الأب باشي يتهنب بنته يزوجها على 13 لعام و14 و15 لعام ولا 16 من اللي ما بغاش يتزوج ويجبرها تزوج أو اللي بغت زوج ويرفض لها الزواج فهد هد الوئد ديال الروح للأنت اللي خلق الله سبحانه وتعالى في المرأ كأنها عار كأنها خطأ كبحال اللي الله در خطأ مخصوش يخرج الأنت مخصوش 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 في الأحد الناس كيتعطاء أمر من السلطات باش يصيدوا الزائد مخصوش ندروا نوئدوا الخنازية احنا ما كان ما كان نخمروش مش يغلو دون ان قتلوا الناس اللي كي يصنعوا الخمر فهدود شنو نوئدوهم ف علاش كيوصل الافراز لهد الوحش وهد العنف هو عن بالنسبة لي عنده جوج ديال القراءة القراءة نلغى عاتيقة في المجتمع ان الرجل قوي عنده وحد قوة عنده وحد قوة جسدية وقوة عنده قوة والقوة تولد في الانسان واحد الطاقة هذه الطاقة ما يمكنش يبقى مستقر ويبقى مطمئن بها خصوص يخرجها فهي عندها وسائل باش كتفرغ الطاقة من الوسائل اللي كانت تفرغ فيها الطاقة قديمة هي الحروب فالعرب كانوا معروفين بوحد الهواية اسمتها الحرب عندهم هواية الشعر عندهم هواية الغزل عندهم هواية الصيد عندهم هواية هواية نشوة كانوا كيبشوا الحرب بالطوبول وكيدوا معهم النساء ديالهم يطيبوا تخير الحرب يتقاتلوا وغادين بالغيطة والطبل وكيرقصوا وفرحانين والشعر ديالهم كينضموا القصائد يك فقديما أنا من الناس اللي كان اهتم بتاريخ الحضارات لقيت انه في عهد الأنكا كانوا كيسنوا يوم للعنف اللي بقي الآن في البيرو واحد المين دقاء تحتفل به هالليوم هدا تيمشوا وسكن واحد القرية ووحد جبل وبقي الآن نرى صحافيين ونشتروا البروتاج مؤخرا يالله احتفلوا به اللي عملي فت شوف العجيب من المليزمالية ماشي عجيب نشبه ماشي حاجة تتخذ تشمأز لالقلب تيتلعوا سكن هاد القرية اللي عندهم قلت لك هاد العادة قرون مضت ويبقى ويضربوا في بعضيتهم حتى تيشي يقتل شي وهذاك النهار القانون تيبتي عاقب شعال القتل اللي غيكون في ذاك القرية يعني هما ما كيبطل حتى كيقتلوا بعضيتهم ولكن تيقدري يهرس لخروج وليهرس عنف يعني خاطئ كان في بعض القبائل في تركيا عندهم هواية المصارعة مع التور التور البري فكانوا دكور دي لواحد القرية كيزندو تيزندو وتيمشي للغابة ويتطايف مع تور تكي تم جاي في القرية عشية كله دمائيات مجرت المالك واخوه مشيت برد راسي واحد شوية خاطر يبرد تو احنا دبا باقي الان كنشوفوها في بعض المرات يقفل عراق مني كيحتافلو مني كيحتافلو بعشورة كيفاش كيمز ولحمهم واخنا باقي لده باقي نشوفوها في بعض الاحتفالات اللي ما عندهاش صلة بالروح الإسلامية اللي عند المغربة في مكناس يقولك تي حضرو ويجيبو عيسى وبدو يجري ويكلو الدم ويضب يحاو وهذا شيئا فدائما كينا علاقة يعني الرجل قوي يخصو يخرج مثلا تاقد يالو فيها هي كتدفع القتل كتدفع العنف ولكن هي عندها باب اخر اللي بغي يخرجها بشكل اخر كتدفع في العلم لهذا احنا اول صورة نزلت عن المساء السلام اقرأ هي عندها ثقف لاذا الله درنا الدماغ الفوق رأي ثقف عمرك اشتي شي حمام دير شومينيل تحت دفنة في الارض عمرك اشتي شي شي بلاسة تخرج الدخوان دفنة في الارض دائما تلقى في مهم فوق في الدماغ وراك انتسبك الله كمتقافة مفكرة تعيشها وانا نعيش هنا معك من اللي كنكون كنفكر يعطيك يسخل لي راسي كنت تبخر كبدا راسي يعرق الدخوان يخر من راسي فإن إنسان فكر أولا ما تقدي حد ثانيا أنت يبرد ولكن سهل تخدم هذا البيانو العجيب الفوق اني سهل فالعنف والتقطير دياله في المجتمعات العتيقة دائما كان بصيغة الحرب تقف هد الحروب دبا في العصر المعصر شغيترا غيجي هد المواقع الاجتماعية وهد الانترنت وهد القنوات المتعددة وغادي يجعلوه من المرة تصبح كي تروج لها صورة للإستهلاك رفعين كصحفيين بأن واحد المبتلة من أوروبا الشرقية درت أكتر من 40 عملية جميل باش تصبح كتشبه المونيكا اسمتها باربي سؤال هذا عنده تأثير ولا ما عنده تأثير على المستهلك العادي كصحفيين كتشوف جميع الكليبات الموسيقية العربية اللي كتروج في القنوات العربية كيفاش النساء تغنيوا فيها وكيفاش كيدروا حركات فيها إيحاء وفيها نوع من التأثير على الذكرية الرجال ممكنش شي كليب اللي ما كان شوش فيه وحدك تعوج في أمها ودل عينها وتوري صدرها وتوري ظهارها وتوري أنا ما شغليش في الناس هم أحرار بجسمهم وهم أحرار باختيار التقافة اللي بغول بلادهم ضيعونهم عليها شغلهم هدك أنا تنقول شنو تأثيرها على واحد المراهق اللي عنده صعوبة المجتمع دينا بغينوا لكرهنا مازال في أغلبيته محافظ فكان واحد الطرف من الرجال اللي ما كيدخلش النكاح بسهولة ضامير ديالو كي منع لهم شي يزني وما تي يلقاش حل سهل الزواج فكي بقى واحد العدد السنين فتخيل كل صبح غادي في طريق مشى الانترنت مشى التلفازة مشى السينيما كي لقى واحد النموذج من النساء اللي مروج ليه في الإعلان بغيت تلقى سيارة حدها مرة نضادر حدها مرة لش ما نديروش نضادر حدها معود لش ما نديروش سيارة حدها بقراء لش ضروري سيارة جميلة حدها مرة جميلة لش واش السيارة باش تبع ستكون حدها مرة نضادر مرة وماش شي مرة 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 يعني طول ولفت فهذا كل نوع من الضكور اللي عنده واحد الكبت تقول لي تي تهاوش وتقول لي تي تفزع حتى تي حقد هنا المجتمع اللي يروج لهذا التقافة ديال انها المرات الصبح هما وسائل الإعلام مسؤولي عليها هي بنفسها مسؤولي عليها ديك السيدة اللي وفقات ما شدت الكلب ما جاش إعلامه واحدة اخر يعالج لنا الآفة اللي غتخلق هاد الإعلام ما جاش إعلام بديل اللي يوري واحد المرأة ربا طائرة اللي يوري واحد المرأة طبيبة باحثة اللي يوري واحد المرأة عاليمة اللي يوري واحد المرأة جراحة اللي يوري واحد المرأة اللي هي رئيسة موقع ولو كتمشي شركات ما كيش واحد الإعلام كتير فكيبقى واحد الإعلام في أغلبه تيروج لهذوق النساء بهذاك الشكل أما النساء الناجحة بالعقل يا عجبة ما كيروش لهم الإعلام فواحد النوع من الدكور لأنه ما متافقت أنا هنا ماشي كنبرر أنا تنحلل لربما نقدر نطع في هذا العرق اللي يكون يحرك هذي الغريزة فمن ليه كي يجي واحد الرجول اللي 15 العام هو مكبوت من جهة النكاح والتغرم في واحد المرأة تغرم فيها وما بغيش يتزوجها بغي جامعها بغي النكاح معها وهي قلت لهذا أنا عندي مبادئ وعائلتنا عنه مبادئ إذا بغيتي تدخل العلاقة في هالنكاح معنا خصتك تزوجني هو ثقافيا ما مستعد لأن اللي تزوج خصتو يقول لي أب ولولي تي أب خصتك تفطم تذكر اللي فيك باش تحضر الرجل اللي فيك يصبح في خدمات الوليدات وخدمات الأسرة هو مع مره ما يلبس مع مره ما يخرج مع مره ما يضحك شاف هاي جباحته في الجسم في الضحية كافة في العونية تبدأ ليله ما طاله ويحلم بها داخل المكبوت الإعلام اللي كيروج هذك الصور اللي فيها يعني واحد شويقه في واحد الإطارة وفي واحد تهيج كتير عليه كل نهار كيشوف مغنية كل نهار كيشوف رقصة كل نهار كيشوف ممتلة الضراجات حاليا جبارها كين في المشريق دول اللي بقع كتفتي بأنه ممنوع تسوق المره سيارتها خايفين منها اشغلكم الفيتنا المره ما مسؤولا شعن الفيتنا اللي مسؤولا الفيتنا هو المجتمع هي رطرف في المجتمع كيفاش كيشوف المجتمع جغل في واحد الدول في المشريق لا لاص قتيغة تكون الفيتنا يا وديرا إلا بغيتوا تحبسوا الفيتنا خذكم تحبسوا القناوات لدخل لكم البلد خذكم تحبسوا الانترنت مغي يمكنش تحبسوا الاشي إذا شنا هو الحل ونتقفوا نتقفوا الرجال والنساء ونتقلموا بصراحة ببعضياتنا أنا كان كنقول الدكور داكر وكن�던 جرش أنا الوحيد في الإعلام كان نقولها بلا فخر اللي كان ميز ما بين مقام الدكورية ومقام الرجالية فاقليل اللي كان ميز ما بين داكر وراجول أنا كان ميز بينه وحد الأستاذ باحث قلاله أستاذ الله jetzt simple أنت أول ما سمعنا عنده في الإعلام في المغرب كتميز ما بين داكر وراجول وكنا بروفيسور في مشة معنى المغربية بقي الحد الآن تراكمات دي الأجيال اللي سبقتنا وأنه دائما الرجل هو يعني في الدار كيدير ذاك شي اللي بغى يعني الأم كتربي ولدها على أنه رهن تراجل دي الدار من بعد الأب ديالك يعني حتى حنا شنو بعض الحالة اللي كيتواصلوا معنا أنه بقي الأخ ديالك يضربها على الأس أنه يعني كيتحكم في في السلطة ديال الدار وخاك يكون الأب يعني بحلا كيخوه لي صالحي أنه مثلا في غياب الأب علانه يكون وحاضر في بلاستو وهاد شي بخوف السر يعني غادي فترك وما تفهم مجرد ما كيتزوج كيقول لي هادي رامراتك يعني خاصة يعني ما ديرتاشي حاجة حتى تشاور معاك بحلا من الممتلكات والخصارة حلالك دير فيها اللي بغيت هنا عوثاني عفقتي كين واحد الجهل في فهم مبادئ الدين الإسلامي فعند المسلمين تيفهمون لأن علامة اللي يزولون بخير وتنقرأوا في الكتاب القرآن الحكيم نساؤكم حرطوا لكم فأتوا حرطكم الناشئتون من ليه كانوا المسلمين متقفين في اللغة العربية وكانوا المسلمين متواضعين كيمشيوا لعند العلامة والفقهة ويسولوهم كانوا الناس بيخير وعلى خير أما من اللي دخلات الجاهلية في العديد من العقول وبدوا الناس كيف يفهموا كيف ما يبغوا العديد من الناس إلى سولته شنو كيف يفهم النساء أو كم حرطوا لكم كي يقول لك ندير بها ما بغيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق هذه الآية الكريمة عن ابن جريج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلة ومدبرة إن كان ذلك في الفرج فأنا شئتم كي يعني بها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم تغيير الوضعية في الجيمة لأنه كان يروج عند العرب في الجاهلية بأن اللي يغير الوضعية الطبيعية أن الملكة تكون ناسة أظهرها وزوجها من فوق منها اللي يغيرها ندير الشيء وضعي أخرى كان رائج عندهم في المعتقدات ديالهم بأنه غيخرج الولد عور عنده عين وحدة أو اللي غيخرج دري حول أو البنت حوله كان رائج عندهم هالنمعتقد فكانوا كي يخافوا كانوا كي يجامعون إذا هم بوحد الوضعية دائما وكاك 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 فالإسلام شف علش الله سبحانه وتعالى كريم وتيقولين في الآية الكريمة هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من الحراج فمن هذا الباب أنا دائما كنسمي الفرج مسمي في القرآن الكريم فالله حرج أنني كنسميه النكاح مسمي في القرآن فالله حرج أنني كنسميه وموضوع كالنكاح وكهد الوضعية ديال الجنس في البيت وفي العائلة خلق مشاكل في مجتمع ومنطرقش ليه لا نسميه ولكن كنسميه بوحد الحياء وبوحد الوقار ولكن كنحيدوا للشحنة العجيبة والخرافية اللي مجموعة حوله فالله سبحانه وتعالى جعل المسلمين يفهموا حتى الأمور اللي مجموعة حرج تغيروا الوضعية لنفسي أسلم الحديد الوضح ولكن فين لنفسي أسلم المسمي في الفرج لن تغير الوضعية للجسم كيف ما بغيت أنتو زوجتك في حلالك فهنا ما صبحاتش نساؤكم حرتوا لكم فأتوا حرتكم أن ناشئتم ما صبحاتش يعني في الوقت مش بغيتي مع الصباح مع الصباح بغتي مع التناش مع التناش مع الجوج مع الجوج مع ثلاثة مع ثلاثة مع ربعة مع مرة لا صبحات في الوضعية وشوف غايزي دي أطرها القرآن الكريم لغي يقول وقدموا لأنفسكم ما معنى قدموا هي بالفرنسية اللي بخي لي ميناير وقدموا لأنفسكم شوف القرآن كيف شك يربينا على العلاقة الحميمية شوف قال لنا ما عندكم مش حراش تبدل الوضعية وقال لنا إلا إلا عندكم الرغبة مثلا في واحد الأزمين والمرة ما مستعداش ما شي تهجموا إليها وقدموا لأنفسكم وشوف واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه هلاش زاد بصور القرآن وزاد لنا واتقوا الله يعني إلا ما قدمتيش لها يعني ما قبلتها في ديها ما قبلتها معنقتيها ما قلتش لها كليمة ما خليتها تهيئ المرة لابغاي هي أرى الرجل غير كليمة في ودنها غير يشوف لغيف عينها ويتغزل فغير فعينها في عينه غير يشوف مرته تدوب هك واتكين لمكين لا تقديم لو والو ثم كيف فهمو حرطل لكم الناشئتهم بأنه رهن إشارتك 24 ساعة 24 ساعة علش الله ضاف لها بسرعة وقدمو لأنفسكم لأن عرف بأن واحد الرجال غير يفهموها بأنها رهن إشارتو إلا قدم لها تودود الغزل قدرت نشارح ليه ولكن إلا ما نشارح ليش خصو يكون من أهل إحسان من أهل إحسان أنه مش عيب يهدي لها في هذه اللحظة صيام ساعة مش عيب يهدي لها في هذه اللحظة صيام ليلى أما شو تيوي كيويلي جاي هذه القوة اللي تبين عليها من التاريخ اللي مش حناف فيه وما خرجه بالمعرفة أي خرجها قبل مضاربة ولا ورحها معروفة عند العربة المطعيفة تيقول فلان لا سكر كيتطعيف فلان وها يعرف سكر كيتطعيف شوف الوحشية كيصبح حادثة إشهار تقافة الهمجية صبحت عندها تيتر عنوان يعني فلان كيتطعيف فلان هو على نريخ تيقاط طعيف وحتي صبحت الهمجية عندها عنوان فمن اللي دخلت لنا تقافة العنف أنا كان تأمل في سطوح المغاربة حبابي وكان حزن كان جيني البكية عمركش تيما بين شوفوا عمارة مع عمارة شوفوا الحادثة هذه العمارات كيف يحدهم كيف يقرأ ججاج يرسوم ويضعهم في الحيط شوفوا المدارس عمومية ظاهرة على قدوب الججاج والسلوغا شوفوا الحضائق ظاهرة بها السيراج لحديد مقمقم شوفوا إدارات ظاهرة بها السيراج لحديد مقمقم فمن اللي مجتمعنا ما قدرش مقمقم من السيراج مقدرش نحيده لبغبولي مقدرش نحيده الزاج شكي بيين لنا شكي قول لنا مجتمعنا هذا هو المستوى دي لباقي الملعب مرحبا 72 72 52 52 créd سافر 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 تسعود وغادي نمشيوا الاول مكالمة معنا بوشرة من الدربدة وتحيي الكل اوفياءنا اللي كي يسمعوا الميد غاديو بالدربدة والنواحي على الموجات مئة وثمانين نقطة عشرين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لباسي لك. لباس الحمد لله مرحبا بتوصلك معنا بوشرة من الدربدة. شكرا. نخلك بدنسو الدكتور. مرحبا اختي تفضل الله. لأسف نقطع الخط. تحييتنا البشرة ومرحبا بتصالتكم الهاتفية دائما حول موضوعنا اليوم. لعنف الاختيصة بداخل مؤسسة الزواج. وكي ذلك يمكنكم تواصلوا معنا حتى عبر الاسمس للرقم خمسين ثمانين. يكفي انكم تكتبو في الاسمس ما دي ام او دي. تخليوا فرع صغير تكتبو التساؤل دي لكم وتبعتو كل شي للرقم خمسين ثمانين. نجات من اقادير. قالوا نجات. اختي بغيت نهضر مع الدكتور دريبي. ايه معك مباشرة في البرنامج تفضلي. تفضل الله. مرحبا لله. مرحبا لله. عافك اخويا اشتر شكرا لكم جزيزاة على البرنامج. لا شكرا على وجيبة اختي مرحبا لله. عافك بغيت نهضر لك على واحد دري عندي. تقرأ في الثاني المستوى 21. وحركي بزاف. مهم. والدرجة عافتي ما تتصوريش تيدير. تيدير. المهم ما ما تريد صنصر الحجر. هاد الشيء امتى بدأ عنده. امتى بدأ عنده. بدأ عنده تقريبا من ثلاثين. من قبل كان مزيان. اه لا. حراكي. من صغر دياله. من صغر دياله. المهم حراكي. من هارد زاد هو هكا ولا احترق. من هارد زاد هو هكا ولا احترق. فشكا نعام وذلك الشيء. اه الحركة دياله. تيمشي بحق البطاقة. تيبغي قبلها. يقلبها. تيمشي الحاجة اللي القاة يديرها. دابان مشكل. خطنعه في المدرسة دياله. بانه تيقف مدرسة عمومية الحمد لله. ولكن عافتك تيديرو اللي سكين بالعصارة. لا 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 لا. سيقه روه. دابان اللي ولو تيديرو لي والتي دلقبا حتى تقول المعلمة هالشكا قصر المتاوى لاخر. تحضارك. المهم في العقلية ديانه هو داير جكي تيحفظ بسرعة تيحفظ بدك شي ولكن الحركة ديانه فيه بزاف واخا اختي نعطيك رأي فهذا الموضة واخا اللي واخا ولكن اخويا سمحني المهم معاومة الطاردة شوية ان انا عدي انا مراضي كورونيك مريضة بالروماتيزم وكنت نخليه في 2009 كنت نتبع في الرباط في سبيتر في العسكر تموه كنت نمشي لتموه تنخليه ربما تذك تخليلي كنت نمشي تنعز تموه وتنخليه ربما اضطر عليه مكان ما كانش لاباه لجدالة ولو لكن غير اباه تفضلوه مع اباه عسكري وذلك الشي تنخليه معه وكانت يبقى يبكي وتنخليه غير مع خطوط غير ما زاد عفتيل واحد درجة ما تصورش العصار اللي تيشد لا 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 وما تيتسلطش غير خليك معنا ذاو وأكيدا لانو غدي جوبك لبخوفيسور وتحية الكل أوفي انا بأقادي اللي كي سمعوا الميد راديو على الموجات 89 نقطة 13 دي نخدم مكالمة أخرى معنا سارة من قلعة سراغنة سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كديري اللي بزعيكم مرحبا للا مرحبا بخير كان نهضر معك أستاذ من قلعة سراغنة وأنا متسوقة بس نهضر معك مرحبا مرحبا وأنا كنحس بك بحل كنحس بحل عندي واحد الآمل أنا نهضر معكم إن شاء الله مرحبا 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 بقلعة سراغنة بلاد العلماء والله مرحبا 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 تفضل أستاذ أنا أريد أن أشكي لكم واحد القصة لي وكنت من أن نلقى في حل تفكي والله العظيم إلى كنحس براسي أنني تيها في حل الدوامة لم أعرفت حقال حل ديلا تفضل أختي تفضل أنا كنت في خمس سنين وشي حازا نشيت المراكش برس نقرأ كنت خدامة الأول في ميدان بيفسحة وفي الآخر ديالديك الدزنة وشي الان تفضل بجانس الصحة لقد رأيت نها واحد بطري من الأقادير اه شلح اه تعرفنا هو كان في الساكيقرات وكان يبقى في الكلية ديالحقوق أه تعرفنا بجينا وعلاقات زينا ومحب ما أنا خداما موين كان صرفي وصرفت أنا وياها لم يبيناتنا لحسر بشي حازا انت خدام قدام أخريت من الميدان بيالصحة وكما زقريتي وخينا بجينا أنت خدامة شوية عرف المهم موضوع تم الله لسانس دياله دار الماستر دياله بقيت وقفه مات عونت انا وياح تدخل الحمد لله للمهاد ديال القاضاء قبل ما يدخل المعهد جو والدي خطبوني على اساس ان انا عندي الخطبة ومن اللي يخدم عندي ندره عقد فاخر المطاف كان كان لقى انا لك كله سيناريو لانه معارفين عندي انا اه من الفامي ديالي خدام في المعهد وغذي يتوسط لي باش يدخلوا المعهد انفى ادخل المعهد قطع لي مره مدقش يجاوبني في التليفون دياله كان عيه طلافامي دياله مدقش يجاوبوني معايا استادية مرحبا اختي مرحبا بارك الله وفيك قطع لي التليفون شوية اطهام المحاولات صراحة تبعت المعهد دخلت عنده تبعت تل اقادير والله مشيت عنده فرمدان والحر والصيام وفطرت يا ربي تمشيديا غير باش نلحف ديالتي بانني كنت باغا نهضر وباغا نعرف باشنو السبب بانني انا كنت عارف راتي انه مجدتش حاجة من جهتي باش نعرف باش قطع لي واش مقفوع لي وفي فانت كنت عود شوية بشوية بدا كيتتاصل حتر جعلت العلاقة كيف ما كانت داباشي ستشور هذي بس رجعنا لبعدياتنا وصراحة استاد وقح الحامل بيناتنا وملي نساجئت لي وقال لي هاشنو كين وغاشنو كين والاكي يقول لي غا تحييدي ما انا منستعدش دابة مع انه قريب يتخرج غايتخرج سيما جاية قلت لي انتان كين احتشي عوضر لانا كنت اخدام انا دابا اختامة معتنى احتشي عوضر باش نحييظو وستالية تالية فونان ودابا اوستد والله انا كن حسب راتي انني مضيرة بثاف والله طاقصة كن حسب راتي انني غادي ندير شي حاجة فراتي لانني كن حسب راتي انني خسرت بزاف ديالي حويج وخسرت مع الله قبل من كل شيء والله اش حال في عمركالا عيني 28 عام اون اه انت جيت في القرنة لانا بجيب الناسرة خمس سنين ومشات بكل شيء وميضحت انا في الحمل إحتل في اليوم والله اه شريفا شريفة كان هنا اختي الفتاة جوجة تقلقين بيناتهم كان كان والاستثمار العاطفي و كان العلاقة مع هذه الجانين اللي عندك بلك صحيح؟ نعم كن. فإذا كنت تتكلم معي بعقلك ونقوم بالعقل لك، نكمل المذاكرة كنت تقول لي أن تريد شيئا فراسي وكذا فأختيقتها عليها، دعونا نرى أخرين إذا كنت تعطيني عقلك؟ دعوك معي مركز الله يقضي عليك فالاستثمار العاطفي التي تغسرتي فيه أنك نوتي في السيد الخير وساعته وقفتي معه هذا الاستثمار العاطفي فالاستثمار العاطفي يعني توسمتي فيه الخير وقلتي في المقابل سيحبني ويتودد لي ويكون عنده واحد الخيصال فيها الشهامة وفيها كذا هذا الشي ما أعطاه منه باللولة من اللي نقاطوا على الاتصال وما عاودوش تصلوا لها إلاج إلوه وعلى ما قلتي مشيتي زرته ومزرته باش تحاول تستفسر عشنه واقع عاود رجع للعلاقة ثم وقع اللي وقع بيناتكم فتصاب الحمل الحمل كين معاكم ده بواحد طرف الثالث هو الجنين الحمد لله القانون المغريب قانون واضح مره حامل من واحد الرجول قبل مؤسسة الزواج كترفع دعوة كيتم الزواج وكيتسوى الوضعية لهذاك الطفل ثم كيختار هذاك الرجع واش يستمر مع ذيك المره ويطلقها فهناك ستتصرفي بعقلانية يعني صافي درتوه واحد الفعل انتو مكبار ماشي طفال صغار اختاريتو درتوه الفعل واش غلطي ولااش غلط هو ولا غلطوه بجوج احنا ما شيف هد الباب دي الخطأ دابا كيفاش غنصحو هذا الأمر اولا كان حييها تسيدة على الشجاعة ديلها وعلى تبادي ديلها لو كانت شيء واحدة اخرى ما عندهاش تقافة ومبادئ كانت غلط زولت دريوت لحوف شيء موضع بحالك يديرو شيء بعضين وتقلقها والأطفال مرميين في النفايات ولا كتلقاش حاجة فنصحتي لها ان الصدمة دي الفشل العاطفي حاجة بوحدها وان العلاقة مع الجانين واب الجانين دبا هو ماشي زوجها ولكن اصبح اب دبا دخلاته الهبوبية قبل ما يدخل الزوجية بان ايزان بغلية الزيتة بحرقه شوية المراحل فذابا تسافت له انضار تساهل ماه الله يخليك غانعطيك واحد خمستاشر يوم تفكر واش تنسوي الوضعية ومن بعد كل واحد فينا يشتريقه راه ولده هيدا بغاولك راه ولده هنا الحمدلله عندنا صيغة قانونية واضحة فمن اللي غي يرفض غاد مش يتاخد محامي غاد ندخلين في العائلة حشومة محشومة شي فتنا صافي كيف تقولوا المغرب اللي تخليش طاح بلا ما يتلتم صافي فتنا هاد شي دي الحشومة والهائلة صافي اللي اعطى الله طاح دبا نصحتي لها تضطر الوضعية بشجاعة وبتابات تستعن محامي تستعن مجمعية واتصل بها حبيان من اللي مغاشين ساق صافي تدوز معها القضائيا والقضاء رغي ينصفها غادي يتم الحكم الصالحة وذلك الساعة تاب هو بغي يصلح بيته بغي يجمع بيته بها ونعمت ما اصلحش بيته ما بغاش ونفر منها ولا كده ولا كده ولا كده وعندها الوقت يقدر وعندها المسائلين مواخا مرحبا غادي ناخدو مكالمة اخرى نجابو السيطة نجات من اقادير تفضل البروفيسور اه اللي صعيب في هذه الحالة الانتراب عند الاطفال هو خسنان شخصه ونصحتي لهات انها تعرض ولدها على امبيدو بسيكياتر في اقاديرهم كين هين لانه لقدر الله تتربى كين ترابات نفسية كان امراض نفسية اللي صعيب الوحدي يعرفها مثلا واحد طفل عنده البروفيل اوتيست ما تيبانش عليها اوتيست حيث ماشي اوتيست ولكن عنده البروفيل دخل في اطار الاسباكتخ ديالاوتيزم عرفتي واحد طفل عنده بروفيل اوتيست وتضربه بحال واحد محروق وكبنتي عليه ليسان وشعلتي في العالية تخيل كي هاد الطفل هادا اللي عنده البروفيل اوتيست اللي اصلا تيخاف من شوفة ديالك اطفال عنده بروفيل اوتيست نتمنى الله ميكونش هادا احتمال ايطاة الميتان يكون طفل عنده البروفيل اوتيست ما تيبانش ناس كيسحبوه كيسحبوه البروفيل اوتيست هو هذا الطفل اللي بكيهدارش وتيبقى غير حال فمو وساكت هاداكراه الوتيزم ميلا بروفيل اوتيست لا كيهدار وتيلعب وتياكل وتكتب ولكن إلا دخل عنده جرام ديال الفزاة نقطة د الخوف ما كيبقاش قادر اللي عنده البروفيل اوتيست يبقى زاجي وليبقى جابس كيواللي مسكين بحالشي ورقة تترفرف تخيل غير نقطة ديال الخوف هو شاف غيشي واحد مثلا كيخنزر فيه خلعه شافشي معلم كيضرب في القيص ملاخور دري تخلعه هاد الخوف تخلع عنده نفسي دار فيه الاضطراب تدربه ماشي تعديسي عليه ارتكبتي جاري ما في حقه فهنا خاص ممنوع منعا كليا هاد الطفل هاد يتدرب الحركية المفرطة إلا كان عنده إفكتيف إلا تبين من خلال الشخص اللي غادي يعرفه هو البسيكياتر ولي short والتي لا يتدرب هناك البيضبسيكياتر طبيعيא� Katrina النغولوج طبيعي الأفضل العقر في الوابaren هذه الفئة كلها كيعرفوا ولكن البيضبسيكياتر لا ترى كثيرا لا ترى نغولوج لا ترى نغولوج ولا نغلق هذه الفئة كلها كيعرفون لكن بالتدقيق للولين هما اللي بيدوا بسيكاتر والبسيكاتر اللي يعرفوا الشخص إذا تضح أنه عنده الاضطراب المراضي دير الحركة المفرطة كانت أدوية كانت ترتبع اللي كيتقلو ولكن في واحد البيئة اللي غدتطمقلن الولد ماشي غايد ديه ياخد الأدوية لا 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 رأى العلاج غادي هدنه ولكن يخصنا نكونوا في واحد المحيط ونكونوا في واحد المعاملة معاه اللي ترح مضعفوه ونتقناه على الصعوبة في تمدروس دياله ونتقناه بمعناه يخصو تمدروس خاص راه وزارة تربعة ثانية الله جزيزهم بخير ديرين أقصى خاصة للأسف العدد ما كيش كتير والمدرسين والمدرسات كيدون مساكل لفوسعهم ولكن الوسائي باش كيقررهم أنا شفتها ماشي في المستوى المطلوب دير الخاصية لهذه الأطفال إذن تحية الأوفية أنا بصورة لكيسمو الميد غاديو الموجة 8.8 معنا مريم من الصوير على الخط ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام عليكم سلام عليكم عفوك تفضل أختي ما كان حتى مشكي لخوضي راحتك تفضل أمريم إحنا في السمع إذا عندي ألو 18 أي أنا كنت لأ كنت تعنف منكم صغرة مهو شحال في عمرك لذلك 18 18 سنة وشنو كتدير كتدرس ولا شنو كتدير لا ممكن يرون جلسة غفضار أه من أمسا أنت قاسة غفضار يكتدائي غفضار وشنو السبب اللي اللي جايك جلسة غفضار وشواليدك حرموك من دراسة ولا أنت اللي بغيت ضبط أه أه لا لحوال لا أنت قاسة غفضار تأكل وشترب وصف نعم لديك شيخواتك أخواتك نعم ماهو عمل لديك أه مرحو نعم نعم ماهو عمل لديك ممكن من هنا لديك وش الوظيف وش عنده مقاولة وش لا 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 خدا في الوظيف لا عنده شي مقاولة نعم 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 لا حول مم مم فش نقدر نفيدك اختي فش ما عارس مكي نخي نفيد نعم لم يكن لم يكن لديك مم مم لا تسدل لديك نعم أنا أصلا كنت أمت كنت أمت من نعم 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 أين عمر تبقى لديك لديك من نعم من قريبا قريبا مم 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 وش كانت ما شي جمعية عند حداكم في المنطقة لديك لا لا نرجعك لستوندار مرحبا مشكورة مريم على توصلك على تقتيك في برنامج بكل وضوح من الصويرة سنأخذ مكلمة أخرى فاتما من الدربدة ألو ألو السلام عليكم ألو فاتما سأكون 10-18 عافظة 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 مرحبا 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 شكرا مرحبا مرحبا شكرا ما سؤالي لك اختي أحبكم الله ورسول شكرا 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 أيها أختي نحبهم ناس الأصلة وناس التبات وناس المصحبة وناس الصبر ومتبرى فأختي تقفت تقفت شلوح تقفت عن نفس الدم نحن المغربة الله يجزيهم بخير لأن نعرف ناس لها الزين عائلات بالمئات وساترينهم وصبرين عليهم هذا حانوت هذا كزار هذا محلبة يعني واحد تقفت للتأذر في المجتمع المغربي الحمد لله شي كيكمل شي وفي خبارك ما كان شي عائلة تشروح لكي لو نقدروا نديروا واحد من نمط في إدماج المهاجرين رانخسنا ناخدوه من عندهم لأنهما عندهم مؤسسات عرفية لما تعني في ضربدة كي يجي واحد من بني عمهم من البلاد كي يستقبلوه كي يسكنوه كي يعلموه فين يتحرك كي يديرو له موضع وحتى كي يديرو له الإدماج هما لو قدرنا نستلهموا منهم طريقة باش دروا هاد المؤسسة العرفية راه حل من حلول لإدماج المهاجرين من القرى ومن المدون والضواحي المدون الكبرى ماذا غدين نستقبلو المكالمات الهاتفية على صفر خمسة تين وعشرين ستا وعين تين وسبعين خمسين واحد وخمسين تين وخمسين أو لصفر خمسة تين وعشرين تلات وعين صفر 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 ستعود معنا كريمة بخوفيسسور منذر بدأ مرحبا ألو كريمة ألو ألو دن غدين ناخدو مكالمة أخرى رتما أنو نرجعو للتوصل ألو وي السلام عليكم وعليكم سلام مرحبا لله مرحبا لله. بيكم مرحبا اختي مرحبا لله. مرحبا للا مرحبا. 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 الله جزيك بخير. نعم لله. انا مزوجة وهدي عندي 40 سنة. عندي جميات. ودكتور رجلي كيشرب. جسعر خديثو كيشرب. مي. طالة من مانيار. ومشيلو من كمبورتمولي ولي عندو دابا. تاني مان سيبورت بلي سنالو ديفورس. الله. يك. الحمد لله. اوفا تراجعنا و سيبور لي فيونا ربخي. مي. كترانشي تماثي كل. و سيبوري فيونا.. ما لغوز مصالة ببعرشي. دابا. ولي شرب. مشكلة. إلا ما شرب مشكلتين. ما عرفتش. بقصوك. كن. كن. كيبقى في. يحب عمر البنيات. بنتي. وشدة عندها تخيزة. نقول لك. دوسما عارف كل شي. وعارف كل شي. بقصوك. اتشمعي البروبلم. كاتش. معي. ما هو الأمور اللي كتزعجك من اللي كي يشرب شنا هو الصعوبة؟ الصعوبة سيكو أخير مالكين يسبت عشت واحد انسان دي لعموني ما تخيطه في راسي مم كنتي وليس كنقول أنا معراسي مني إلى هاد المستوى وليس حتم معراسي كنتيح مراتي كنقول أنا ما يمتليش ما يخصنيش لقبل هاد شيء قلت لي يا شنوترا؟ سيكو دخل معلو حدا كل الليل احنا تفاهمنا شربتي سيصالون نعاس لقيت عشاك دخل واحد لغوات وتناسي وانا بقى وانا يبقى قعماجية وتناسي وما درتيش تفهمتي في مستوى دكتور لي ما ما حرمت نقوله مم دابا حرمت نعونا حرمت نقوله لكل بنات فاقو والبنات الكبيرة فاهمة كتسكتس أنا داك المنظر ديال الكبيرة كتسكتس غيرا جا غيب بالا دماتخ قولي يا شريفة دابا بغد نظر ان راجلك غالط وما غالط مم مم واحد سيد يسمع من مرته تقول لي دخلتي سكران صير نعاس في السالون ولقيت العشاء كولو نعاس كيفاش غي يعيشوا هاد الجملة هادي كيفاش غي يحس براسه لا بان سير مكتشوب هاد الجملة هاد الجملة هادي كنت سينا ماشينا عند طبيب مالغوز موما نشح لقادية مم ما غيمكن ليكش قد قول أنا ما غيمكن ليش غادي نقطع الشراب عيث هاد الشيء كثت براسه لا بان سير موما نسابه جدا مم مم لوكي نستخدم خلال الشراب عيث مم يمتزل شريفة شريفة بديتي الحيوار ديالك معي قلتي المشكلة كنت عارفة فيه من نهارة زوجتي نعم واحد السيد قبلتي تلتزم معه وتأسس بيت بواحد الوضعية عنده ما كذبش عليك ما خباش عليك وتبين لك في الوجهة قال لك للا انا كنشرب وهانتك طعفيني كنشرب نعم الوقيت اللي ظهر منه بعض الاضطرابات حلاش الله سبحانه وتعالى تقول في القرآن الكريم كأن الذي بينك وبينه عداوة كأن الذي بينك وبينه عداوة كأن الذي بينك وبينه عداوة وبينه عداوة سوف يزيد سوف يقول لك الله تعمل معه كأنه ولي حميم كيف فهمت من شطر ثاني؟ 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 ولي حميم يعني كأنه حبيب عزيز هنا اوجهنا الله تعالى المرجعية نعمل بها مرجعية الصبر? مرجعية الرأفة؟ او مرجعية المحبة؟ يمكن شوية شوية دكتور ديباب هاد الاية هذي والله قال لك بغيتك تكوني من الصابيرات قال لك بغيتك ترأفي بيه وترحميه ولا قال لك بغيتك تحبيه ماذا قال لك؟ ومرأف بيه وورا قال لك وليون حميم كأن الذي بينك وبينه عدوة كأنه وليون حميم قال لك خصك تحبيه فاشتي انتي مقدرتيش طلعي اللي عند المحبة مشيتي غلل الرأفة الرأفة هي عندنا واحد واحد الكلب خليه نبانا واذاك الكلب كبرنا معه ممكن كيلعب معنا منك لنا صغار ومنك كبر بدك يتنسلولي الزغب دياله وعضو ماته وخليناها في السطح درنا لي واحد صندوق وتنطلعو له كسكسو لشاط وتنطلعو له شوية الخبيز وكنت سنو يموت رأيديش الطالعي في دكتور سننضارك شنو لحل هاد مغاي اتفرشو في انا انا كسكرو بترجللوله فعلي في بنيتي يمكن انا التي يعطيت كاميرا كيما رأيتها وعرفت يتشار بيما كليش كشار به هاد شكل تبغي انا رقو تارك في اليوم عرفتك كشار في اليوم ما كليش كتتخرج بالله ما كليش كتتلص ثبت ما كانوش عندك ديغولاسيون لشي حاجة اللي كانت تغطى تفروح اللي كانت تصطيبه عقليش حاجة اللي عموري ما تخيلتها فراسي اللي بسبابها وصلنا الديفوف ما رجعنا حتى تتواحد جاني بدين المسئولية ان ابنات قسم يكبروف واحد الجولي هو مزيان فمسي يمكن ان هو كي حطرسكي ناس انا برافق السيدة بشوفها بسيك يا هتخانا مكنيش حافي اختي انا ما تنقولش هاد السيد اللي عنده لحق انا سنقولك كين واحد الباب حادر بغيتي تدخلي منه خصك تنعسي لك رشك وكين باب يمكنك تحليه انت واقفة الباب اللي غيرتحليه انت واقفة هو العادلة واطلق غيرتحلي الباب انت واقفة مادام عايت تيل عندنا الاو هادك الباب اللي اطلق رأساهل للك بلا ما عايته غيرتبشي ليه بوحدك انا الباب تنقطع رحلك عليه خصك تمغطي على كرشك وتمشي حادرة باب كيدخله منه دري صغار باب كيدخله منه الاقزام حالي باب كيدخله منه دراوش مع الرمل واش نقدرون دخله من ذلك الباب الحادر ده باد السيد الله اللي علمي مريد مدق دق مكرفص بغيتها غيتجرب مع للا كريمارة ماشي قصدي انبيي اللي ها بانها غالطة حشان مع الله انا من ناس اللي كان الحمضة في واحد تنقول الله ازيد دوك الوكوة تحت عنوان الابتلاء والابتلاء معروف عند اهل معرفة بانه امر يصعب رده عليك بقدراتك فكيقول النبي صلى الله عليه وسلم تحت عنوان الارجعية لإسلامية ما تنقرأوش القراءة بشكل غي يقرأها واحد اخر واحد اخر هذي يقرأها بان هذا كيهدد للأسرة وكين كذا هي صريحة قالت عرفته بهذه الحالة فكيفاش غي يكون هو هاد الشخص غي يحس بان مرته كتحمله كيفاش غيفسرها غادي يقول هذي بغت تزوجه تولد وصلات اللي بغت تزوجه تولدات وحقرات عليا غيقدر يكون واحد صاحبه كي يشرب معاه وغايعود ليه غيقول ليه شوف نرمات السيفات عليا غيقول ليه رقع ابنة طلح حرام بحال بحال غي تبرو هذي تزوجه وبلده ويجري وعال راجع لاخر طرت ليه مثلا فأسره ديانه غي يشحن هذ السيد بيها فمن ليه غيجي هو مشحون بهذه الفكرة بانه نصبات عليا بالطيبوبة وبالحنية بانها كتبغيه لان رأى فرق تبغي راجل باش تولد منه وفرق تبغيه لنفسه لداته رأى كيف المرأة كتحب انها تحب لنفسها ماشي باش تكون راحيم تولد وتردع بقارة حالوب وطيب رأى ما كتقبلتها شي مرأة كتقول كأنها بغيته يحبني النفسي لدكائي يتحور معايا وكذا ورأى كيف كذلك الرجل رأى كيف يبغي تحبه لنفسه ماشي جيد تخذي الزريعة من عنده وتحمله منه اذا كرأى صبح انسيميناسيون نون اغتيفيسيال ميصبح ادل انسيميناسيون يعني يجي يعطيني زريعة تكبل كاغط مبقاش عقد نكاه ولا عقد زريعة فهنا لحتي انا ماشي هدفين بي لها انه خطأ الوضعية صعبة انها تفكر فراحة ولادها سؤال انا هو حديثة وعشتها محل العائلة معا مربعة انسانية للا سنة فوقاش مكت تكلم معايا شمراء زوجها كيشترب ادلو هذا كلمتاتها ذاك العائلة اللي مره عليه سنين وبقي لعبا الصورة ديله قدامي واحد الام جابت لي يا ثلاثة البنية ديلها عندهم اضطراب في الدراسة كي نشوفو حني الاسباب ديلة الدراسة حتى الام بدأت تكاسبكي قلت كاو الدراحنا كنعيشوها وضعية صعبة ربهم كيشرب ورا كيدخل كل ليلة معا وحدة اللي جلليل ويشعل موضو ويدر الموسيقى وقلق لهم نضوت عشا ونضو بلسوا معايا قلت لي يا راسبرت حتى عييت انت با عفاكا استادراني عزمت على الاطلاق وجبتهم اللي عندكم نكتب باش تعاونهم في قريةهم احنا القينا البنات كي حماقوا على بباهم القينا البنات عرفتي روحهم في بباهم قابلين عليه هكوك سكيري مرون قابلين عليه بناتهم الاستدالي اللي بحولي هالبنات بهذا الوضعية جات عندي كيكلي استدراهالبنات راتي يقولولي يا عفاكرا دوي معاهم هم ما طلقش بباهم قالولي ها راح نغن نحرم لي ما نشوفوش ببانا وخا سكيري ركنا بغيوا نشوفوه أنا صحة تحط فيدي جمر من جيها مرة معدبة بواحد الراجل ومرضات في صحتها وفي هذا ومن جيها عندي البنات قالوا الاستدالي كتخطب معهم عفاك لما نقولي العمي الدريبي هاشنو كيف أنا مش غادي نخصي وصد الرسالة قلست مع المرة قلت لي لله يجع ذكر احنا ما قلت لي هاش البنات قالوا لي ناطدقها من غوطة عليهم ولا ضربهم قلت لي ودي نحن بحلي فهمنا من الحصاص ديال الدعم المدراسي وديال الدراسة والتنمية الدكة واكتساب المتودولوجي وهذا بحلي فهمنا بأن بناتك راه تشبتين ببهم لا تكاسبكي قلت لي راه هاد شي هو اللي قلت لي محيرني راه بالصح كي حمقوا على ببهم والغريف الأمر قلت لي راه كي حمق علينا ما خرجتش في الجملة رأسها ما قلت ليش كي حمق على بناتو قلت لي الغريف الأمر أنه كي حمق علينا ونندخل ديك الساعة قلت لي عليكم يعني تنتين قلت لي واستاذ راه من اللي كي يدخل في ذيك الحالة بعد ما كتدوز واحد نصف ساعة ولا ساعة لارب قلت لي كي يجي وتي بدي بكي عند بيت النعاس كي يقول لا أسمحي لي لا أسمحي لي أختي أدوح لي أنا مريض قلت لي هو تبقى بكي ورا الباب أنا كان بقيت حتى فراج قلت لي واستاذ راه مشينا عند اختصاصيين للإدمان كي يحبس وكي عاود يرجع بشي وحرفت يا للاسانة أنا بقيت ضايخ لاز واحد الأسبوع ويجي عندي واحد الرجل بتنعرفوش قل يا أستاذ راجل اللي عندك أنا روى رجل هذيك السيد أنا مبتد بكل المنيات الله يخليك راح يتسق فهم بأنهم رتغطلقوا بغمسكين يعرف فين وصلت واش عزمات ولا مزان أنا عاودت لي هذيك الجملة للأخرى ديال رات يحمق على ابنته ويحمق لك لأو دينا الواحد للجملة قالتها مرتك لأخوية رابق لأبق لك تضرب فيها من لي قالت هاد شي كل التي تترى وهي متأكدة وعارفة بأنك أنت قاتحمق على ابنتك وقتحمق على مرتك بدأت يبكي عندي في المكتب قال يا أستاذ والله قال يا أنا صعيبة قال لي لما شربت شربت لا نصبح نصبح نورمال قال لي نشرب باش غد نصبح نورمال قلت يا صاحب يا را كين أدوية له هاد شي اسمته طراب في الشخصيات طراب في القلاق كين وعالجة في الإيدمان قلت لي لماذا لم حاول تحاول وكن صعر ون دخل قلت لي ماذا نكي صعرك تشمعتها حتى دارك ما ارتهاش قال لي وحنا بقي للدعبة تساكني في ضرب ها قال لي في متى ندخل كنت تفكر هذيك الكلمة قلت والسيدة صاحبي مات وقال فساعة غضعب وانت ما زال شاحن راسك وحاقد على راسك للدرجة أو عيت لما خبرتها قل لي لا راجل قال لك الكلمة نحرب راجل يشرب قال لي سبني وسب عيت للسيد كما لا تلعص عليك واشتزوجتك دار مشي حب دار رمات الحب وخانا مش بالحب مباشرة وكي إنجاز ولكن هوا تنجز ستفاجئ اني هذه السيدة لم ترى 6 شهور أو تقريب شي سنة حتى تأتي عندي تزورني تقول يا أستاذ راجل قلت لي هك حتى بشاب معشي صحاب دار واحد الميثود شينواز بازي بلاكي بانكتور تشير الوغز بالإيبر قلت لي يوجب الله تسير فلاحتي أولا من باب الابتلاء إليك الابتلاء ويصعب ورده بقدرتك ثم إليك هالسيد بالصحة يحب أول نبي سعسين تقول كلكم وعافة يعني اللي كين بلي بلحشي شو هذك اللي كيجاهر بالبليا يعني كيجاهر وحدة وكيجاهر كلكم وعافة إلا هذك اللي كيجاهر فأنا من المدراسة المحمدية أنا عارف بأن سيدي رسول الله ما غير يطاحش في الأرض وكلام ويصيب عارف بأن البتلاء وحلوق تكترفع ربيس محمد تعالي يقول صافي الملائك رفع الأبدي رفع صافي اعتحق شنو الهدف من البتلاء هو أن الله كيتباه بنحنا كعب الضعاف أمام الملائكة اللي يستشهدهم من اللي قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة وردوا عليه قالوا له يا ربي تجعل فيها من يفسير ويسير الدماء ونحن نسبي حروق ديس بحمد ديك قال لهم الله سبحانه تعالى إني أعلم ما لا تعلمون فالوقيت اللي يبتلي الله وحد المسلم أو وحد المسلم تقول ملائكة واش هاد الأمد يالي زنات تقول له لا تقول لهم واش كفرات تقول له لا تقول لهم علاش شافتني تقول له لا شافت الجنة اللي وعدتها لا شافت جهنم لا 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 استبرات حيث أمنت بك تقول لهم ألم أقول لكم إني ألم وأنت ألم وكرجعهم اللقيت اللي قالوا عند خلق آدم فكيستغفرهم وتقولوا سبحان الله هاد العباد الضعاف هاد شو هاد الحم هاد الخوف هاد الشي شو كتابته هل لك مرحبا مرحبا إذن غادي ناخد مكالمة أخرى معنا مروى من كناس ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مروى مرحبا مروى مرحبا 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 اسم ديالك اسم جميل صبح الله قليل هذا الاسم شكرا مروى والله من كراوشكو كال المغرب كامل فيه بزاف من البروفيسور فيه فيها غير همتي يحشمون شوية عندي يجيبها مرحبا 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 أنا المشكل المشكل عندي واحد صادق سنعرفه هو من كان الخال دياله من كان غيدخل المدرسة منه كان عنده خمس سنين حيث القانون مغديش يدخل على خمس سنين دار واحد لمخالفات وزاد لوف العمر دياله وبدل يهتف في كيف تكتب اسمية دياله وفي مخلاق ودخل على خمس سنين وعلى آس أنه عنده سنين مهم بقى طالع المشكل لك اشتوصل لباك من ينوصل عيادة بما يجري وحبس عام سيحبس مبقى لك يقرأ لك شي حاجة من بعد عد الخال ديالوجة ودخل ودخله لستي ودخله عامين ودخله 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 شركة ودخله 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 ولم يعرف بش يجاوب ومعندي وعادي يقص يعود لهم المشكل من الأول عيادة بعود وعود جدد ومشاو يقلب ويسول أولا واش صلح بعد المثال القانوني او لماذا لم يصلحه اه صلح هذا في الوثائق الذي عنده صحاح ولكن الذي عنده علاقة مع المدرسة كله غالطي يعني باسمية وحداخر كأنه هو أمي عمره ما قرأ اه وستشتر هنا شي محامي خليلي رقم الهاتف وغادي نتصل بأحد حبابي من أسرة القضاء وغادي يتصل به ويشور عليه المشترة اللي خصويت بها اذا مشكورة مروه وشكرا على تواصلك معنا وتحيير كل اوفي انا من الناس اللي يسمعو الميد يوميا الموجة 104 نمشي والرباط معنا هودا على الخط ألو السلام عليكم السلام مرحبا مرحبا لا تكسر عيات لكم اليوم وانا كان حضر ربي اللي يستمعكم عندي واحد المشكية لا تكسر او دكتور انا هنهار سبتخرج بالصباح ومني اجيت البلد الصغير وعندي جوش الوليدة واحد عنده 9 سنين واحد عنده 6 سنين الوليد الصغير وقال لماما اخويا لبس التنطفة وبغايت على الصباح حملا داب عندي 5 موار بديتك نقول له انا ماما ما ترد بني ما تشوف هاش عافك اخويا ستدرج هكا مهم ادخل الدار اخداجو جماز وبعدك يخشيهم سكر شو لحب انا مغفقة نخليهم تفرج يعني عادي هادشي ما تشيذع ما جديد غنخليهم ببوحدهم مهم ما المشكي تدري هاد الايام عنده واحد الاستيرابات قال لي واك يبغي واحد البنت كافقرة معها فانت واحد الاستادة مهم انا منيجيت بيك شي قالو اليساق بلاس قتلو زا فينا ما نعييت البابا كدبه هاتشي بدك يرغب في يلا ما تقول لابا للا هاتشي للا هاتشي بابا غا يدربني بابا غا يدرلي شافني زي التاليفان كان عييت بدك يعد في كيخبط فراسوف الحد كيخبط فراسوف الارض بدك يدرلي واحد لحاله استيرياز عماما يتشبه بابا قلو انا ممكن شادش نتحمله ببوحدي حتى وباك هاتشي يساق الخبار مني زبار بقاك يقول لي شنو غا يدرلي دابا شوف حليف هذا مني يهدر معا بابا يقول شوف انا صاحبك انا هاتشي قولي معلك مهم مني بقاك يهدر مع اعلم اكتشي مبرا قال ليك اه الشيطان وهو بالصح عتعرف بالفعل انه كان غير انتحر اه عتعرف قل لي ماما انا بغيت نموت لا حولها الا قوات وعنده الثلاث منين يعني بيك الساعات تعمل يطلو واحد لتقضي остقين مشي بابا انستحق كتعرف اي حسين شي ممكنش نصبر علي مني وقالت نمشي الأب قليك لا على شغل تمشي وما نحن نطره بشغل تمشي فتلو دابا الدري ما غير يعطيناش ما غير يعطيناش ما غير يقولناش دبقى أنا حايرة مع الثمانديا ولا تدري شوية مني كان بغين خرج كان قوله يا الله معيك يقول لا اوش خيصا مني والله ما غير نعود ندلك شي حاجة لا حاول وليت غازني مقاحة ديها في الدار ما عرفتش والله هم عرفتوا أنا بس لزا أنا ديجة نقول لك ما أنا قصرت حاملة مع السباوات كاك أقسمهم بالله لكن ديجة جاعدتك شي اللي عليا إني ما كنحاول نخليهم برتاح لأبعد الحدود وخلاص حد ياري ولا دمو يمكن نقول هم أنا اللي يجبتوا من الدنيا أنا اللي مكلفة بهم يعني دمو في دنيا الله يعطيك السراء أولا عفقتي الله يعطيك السراء لابد لابد ما تطمأن لأن هذا الشيء سيؤثر على الجانين اللي عندك في الأحشاء ديالك لا عطيك السراء فلابد ما تتبتي راسك مزيان وتحاول تستدرج والدك معاك الواحد لو كوندخول بادياتريك الوليد ديال تسا سنين ستطلب من البادياتريك لنتي عرفوه تبارك الله ستقول له أعود له الوضع الوضعي للباديات تخديه لك قول له ضيجازك بخير أراها أراها الولد يلي أسيمولي سيمولي فيها أقل شو هنا من محاوة الانتحار يعني استنردوا البال من الأطفال راهم عفارت فالفرق ما بين الطفل اللي غيدير باساجالكت والفرق اللي غيبين لك والطفل الفرق ما بين الطفل اللي غيبين لك أنه قرر بيدير باساجالكت طرح بره بحال بحال هنا الوليدين مغي يقضوش مساكن يمييزه يغدي يدخلوه في حالة ستنفار وحالة خوف ومغصومش يستهنوا بالفعل لأنه يقدر هو يمثل ويقدر في هذك التمثيل يتاح في الله يسترف الخطأ ويدخل باساجالكت بل ما يشعر وكين طفل اللي يمرتب باساجالكت كيمشي كيسد عليه في كوزينة ويحل البوطة وهذا تكي فهنا خاص اختصاصي يدخل رجلها بغي يهدن الوضعية رجلها كيقول لها لما كي ما تره ولو ما تره بس هي مسكينة صافي بحالي شعال عندها ذيك البولار الحمرة ما بقيتش قادرة تطفيها وهنا الله يحسن لها وانا راكب ذات الأم نصيحتي لها أنها تستشر مع البيديا تجعلك تبشين عنده وليك يرقب لها الطيف اللي وتعود لها والبيدياتر في الدومان بسيكاتر يعرفه تقول لها الله يجعلك وليها شنو تارها شنو تارها من اللي غات مشي هي زيارة غتطلب نوتي يبشي معها ما شتري لي حويجها وكذا وكذا والبيدياتر في خباره أو خبارها الوضعية طريقتنك يدخلوك يعطيه واحد البنبو حليوها اسميتك تبارك للطولات تبارك للغزان والدي بطريقته الخاصة ايش الدوم هو غادي يعبر البيدياتر واش كينا لا بلسيوم موربيد كينا لا ستركتور سويسيديا كي عرفوها او اللا غي بغي الاتباه اصبحت عندها هي تغطية قانونية لأنه من اللي توضع الموضوع عند اختصاصي هي ما بقاتش تبغي هي ورجلها وولدها اصبحت هي ورجلها مؤسسة لأن الطبرة مؤسسة ربحان نوتير طبيبي رايقدر يدخل واحد المستشفى اجباري الى الطبيب جاي عنده واحد عنده داء فيها عدوة بغي ينقل عدوة المواطنين الطبيب راي عنده صلاحية بش يخليش يخرج ويعيط الامن ويشدوه احتراهم مؤسسهما فهنا نصيحتي تستعمل المؤسسة الطبية مؤسسة تقيلة ثم هو البيدياتر ستصل بالزوج بالراجل ويشرح لي الوضع يقول لها نقلس مع ولدك يشو يعطيه يرسم الرسومات كيبين يعطيه يرسم كذا من خلال دك رسومات ممكن ويقلس مع ابوه يقوله يشو فا سيدي راه الحيوه يدرسم مع ولدك والرسوم يدوه يسمعه كينجي حاجة السويسيد دياليزون فوراك يجي على غفلة هاد السيدة عندها انضار نفسها وروحها وقفل السماء كدقود ردو البان أنا مثلا ده خاصة تبقى في حالة ستينفار ولكن عوض ما تبقى في ستينفار وغيب وحدك الدور دخل البيدياتر البيدياتر يدخل عند رجلها ما كنتظنش أنا أب غي عيت عليه ميدسان ويقول لها سيدينا البيدياتر اللي كتبع السيدة عنده وغيقول له ما نجيش عندك غيديو معه في تليفون يجي يقول عنده ثم غيحوله مباشرة على البيدو بسيكياتر اللي تهو ميدسان الأطفال في الزليمون بسيكياتري وفرباط كيني تحت هذا التأثير هذا سواء ندري درها بالعاني أو ما ندرش بالعاني احنا ندره مصطرة الحماية أما نقول لهو أخا ولدي وماشي مشكيل طلعت هنا السطح وكترات مقز ونقوله لم ترى بس لا وبروفيسور تكلمت على النقطة بالنسبة للنقطة على أساس أنه مثلا معجب ديك البني سمعه يعني كيفش الوالدين دبا كيفش غديديروا معه مثلا نربا ما يهونوا عليه شوية لأنه دبا هواعت بليش حاجة كبيرة أنه يعني راه أساس أنه ركيب غيها ديك البنت واحد الواقعة كانت وقعت في الدار البيضة هدي سنين ودرجعتين لزارشيف دي الصحوف رغت تلقيها إنه ثلاث الأطفال كينو كيلعبوا واحد فيهم دار الدور القاضي واحد دار الدور الشرطي واحد اللعب الدور دي الليس وهدك الشرطي قبض على هدك الليس أي كيلعبوا مسرحية وجاءوا واحد القاضي وقال ليه كذا وكذا وحكموا عليه بالإعدام ومشاو دار واحد القنب في واحد الشجراء وعلقوا داري صاحبهم كيلعبوا هم يشنقوا همات تبعت لنا لما صارت هاد الواقعة ولقيت بأنه مدرج واحد إقحام المسؤولية عند هاد الصبية هو القانون من ناحية دي المسؤولية عفا عليهم وكيل مدرج في جنب هاد الإعفاء لأن الصبي والطفل ممكنش تعاقبوا بشكل اللي غا تعاقب به الكبير مكيش تربوس مكيش جريمة بشكل قانوني ولكن كين مسؤولية صبحات عند المجتمع أن هاد الطفل ما عندوش ما مجسداش فيه المعلومة الاحترام الحياة فأي مدرس في المدراسة أي حارس في المدراسة وأي شرطي في المرور غا يدوز يشوف واحد الطفل في الشارع شد واحد جاجة كي قطع في جناحها وفرجلها ويحية وش غادي ندخلوا ما ندخلوش أي مسؤول معلم حارس عام شرطي في المرور مواطن كيدوز كي بلك واحد طفل عنده سنين سبع سنين شاد زي زوار وشاد جاجة حية وتي قطع لها في الجناح وتي قطع لها في رجلي غادي يمشيون جاجة وغادي خاص موهولا يقول له وغادي تاكلها وغادي تموت ريشها وكلها أما تعدبها لا اشتهينا دا الهكا عام عطير غادي نتصدمه فمن لي جينا كمجتمع معلومة أن واحد في أطفال مجتمع دينا ما واعيش بمسؤولية ما هو حي وما هو إنساني وما هو الضرر بما هو إنساني فمن لي غادي جينا هذي المعلومة هذي وما ننضوش نتعاملوا معها من الباب الإنساني نتعاملوا مع هذي من باب الإداري من باب المستهرة ما جعلناش هنا يا الزريعة دي البنيات الطيرابية تكتاتر في المجتمع فهذا السيدة هذي عكس المرأة اللي عيطت الأسبوع الماضي اللي قالت لينا جدا مع رجلها مع مرمزوجة وحملت منه كتكلم معنا السيدة اللي كانت تصلت بشكل عادي بوحد الهودوء كأنه طاح كاس ديال الجاج من الشرجم طاح في الأرض وش هذي نقولولي هو العواض طح كاس يعودوا كاس لحتي بالعكس هذي السيدة الإنسانية حامية فيها الضامير حامي فيها قلت لك أنا أم أنا اللي يجبتهم قلت لك الأب سهل لربما عنده الحق الأبي سهل ولكن يجيبنا الدليل بأنه الأمر اللي دار ولده مكاش مقصود عندك الدليل النبي صلى الله عليه وسلم دخل عند أمنا عائشة ولقى هاش جلسة مع واحد رجول بقي ما تكلمات أمنا عائشة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وحمره وخدوده وحمره عينه ويتبادر بسرعة قالت لي يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة فقال لي هاوش بعمليك أنك يرضع سلو قلبوه شوش كلها يجيوه إذن مستمعنا أكيد أنه ما ترغدين وصلوا باقي المكالمات المكالمات والاسمس لرقم خمسين ثمانين غادين معنا مكالمة بروفيسور معنا حسنة من العيون أهلا السلام عليكم وعليكم سلامت الله مرحبا للأحسنة الحمد لله بارك الله وفيك حسنة مرحبا مرحبا المشكلة جزيك بخير هي عندي واحد وليد في الثاني مهم عنده سبع ثنين واربع شهور مهم هو تبارك الله عليه يعني في القرايا يعني كيتعامل مع الأمور في ذاكا ولكن عنده واحد يكسد الحركة يكيخلي عنده التركيز ما كايش يعني الدفاري لتعطاله متحان في المدرسة يعني الجواب عارفوا ولكن كتبت لكتبه خاطئ فاش كتسوله شكوه جوابت يجاوك الجواب صح ولكن كاسب كاسبه خاطئ هذا عنده عنده الثرف هو تدير التمرين ونتهي نقص هنا وهناه وفي نفس الوقت يكتب في نفس الوقت يتفرج هده أولدك البكر؟ البكر بكسور عمره واحد ثلاثين وعنده أولدك أهام أبه كدير معه في الظاهر وكدير معك ده باده والمشكلة عودتنا دكتور ممكن حتى علاقة بينه وبينه 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 شوية شهد على ذلك تلك الخصومات اللي بينه وبينه وكيوقع كل شيء قدامه ولا تتسخفيته ولا تقاشها يعني قوية بالزاف هده الخصومات شحال دامه هده مدة كاملة اللي هو مني كان مني جزاده هده مدة عشر سنين ولم جوجه نحاوله ولا قواتي لله شو السبب على هده الخصومات؟ فاش كان زين شوفه دكتور يعني الأمور تافه غير هو كما قلت هو شوية عنده يعني طبع دياله قاسي شوية وأميم طواله مطلع صبر يعني ما شي منه كنو عليكي يعني كان مضاي من ديال واحد الغرف اللي تنظن رد توقع ديالي كل مشاحنات برري مؤخرا ولا مؤخرا كن نسا نتناقشين وانا وبابا فالبيتش نداره دكتور مثل هز الالبوم ديال تصاور وهز تصاور ديالي اللي أنا ويا ديال العرس وكي أخشيه منك حت الباب لا إله يا دكتور أولا يعني بزاف ديالي حويج يعني هو حيث كتسمعه في الكلام دياله كتر من سن دياله قولي يا شريفة نعم يا دكتور وش اللي ذات كي لعبوا الدور ديال السيمة ما بينهم هم بهم ولا ما كيدروا الدور ديال السيمة كاي لعبوا وهذا سهل عليهم ولا صعيب عليهم لا صعيب عليهم ديال بولدك مساكين ديال دور السيمة ايا عرفتي في قلب عرفتي في قلب مؤخرا كن وقع بيني وبين واحد النقاش وانا قلت صافي غامش فتحتي وغامش محواجي ومشى الدرية ومشى اللي مدرسة ورجع بديتي شوف يو قلت صافي تصالحتو لا حوله وعلاش هل اللي انتي تقول هكذا اي من في الظهر غاديمشي في حالة وجمحواجي علاش؟ كان اه ما نعرفي مكان دكتور كان نحسر صحيح ضعيفة وكان نحسر الخوف على ديالي كان قول نهربيهم في مكان اللي غادي يكون فيه اللهود ولاني كان خاف عليهم من التطيراب اللي عندي في الأسرة تنخف عليهم داك الخوف داك الخوف الكثير اللي كان خاف عليهم تنقول لي مكان نهزهم شريفة يا جلتي بأن اسباب تافها كتوصلكم لهذا كل المسائيل اي اسباب تافها دكتور ما كايش فيكم زماشي واحد عقل شوي تبتراسو له اي انتهت كوي هذي كي هذي كي انتهت رائية هذه الموضوع لبالديالو شاره شوف العربية بتنقولوا واحد بالو واقلو شاره عرفتي ما يحش الإنسان بالطمأنينة في وحد المكان طفل ما يحش بالطمأنينة في البيت دياله ما يحش بالطمأنينة ما بين موبة يمشي ينعس وخايف ينعس لأنه كيقول لربما لفق يقضي لقاهم فرقي هاد الوضعية هاد لحتي كيفاش صبحوا واحد المصطلحات ساهلة للحشو ونقل ساليز إكسرسيون فورتو سا جاهزة للحشو عندو قلة تركيز في دراسة عندو الحركة المفرطة لحتي هادو صيكان اللي عندو شي شي معلومة ما بغي شي يدققها كي يخشيها في هاد الساكه هادو ويجي ويحطها أنا المدرسة قالوا لي يا الولد عندو إمكانيات وقدراته ولكن كتن الحركة عادي متركيز فهنا من لي قالت الطفل عندو الجواب ولكن من لي كيكتب ما تيوضعش الجواب ما كيركش هادو بحل شي واحد كي طيح بحل شي 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 سلم شي تتقضاي واشريتي شي تقضيه متقوبة ذيك السلا وانتي جاي من السوق الضرالة وهكا طيحها خضرها خيزو وصلتي ها نو احنا مطرات ليه في واحد المارشي مشي تتقضيتي الحيمات وجيحوت وكذا واخديت واحد السلا وهي متقوبة من تحت وتابعيني شي مشي شات وتي يا كلو ها 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 دك سطوصيت بلني حطيت هذيك سلا قلقى مشي شات كله ما عشون تغداه واكتليهم في خاطري والله يرزقكم هيدا يرزقهم جاو جاو كلهم عرزهم فاللي كان شوفوه تيطيح عندو صدمة ولا طاح من شي شي بالكون ولا ضربته سيارة هادو هادو ما لي تروماتيزين اللي كيكون عندهم دي تخو بالنغولوجي اللي كيبدي تجيه دي زامنيزي تنبورير اما الطافل ما عندوش صدمات باتشكل مكي يعانيش من من زامنيزي تنبورير وتتشوفو تيطيح المعلومة معنيتها هادا ما مطمأنش اشنو المسئولية دينا كواليدي نحميوهم وشتي اول واحد خصنا نحميوهم منه نحميوهم من نفسنا علشنا دائما طالبت وما زال كان طالب كنقول راه الاسرة الخلية الاسرية في المغرب راه صبحات في واحد لها شاشة بسيكولوجية ومعرفية ما بقوش ناس عارفين كيفاش يترافقوا ما بعضياتهم قدات بالمجتمعات الغربية هادا الاترابات اللي مرضوش لها البال هادي خمسين سانة ما كانش يعقل فأوروبا راجل يتزوج مع راجل خمسين سانة ما كانش كتضر ليون في البال فتقفتهم كل واحد حرف جسمه ولكن كانوا كي يعتبروها كي يعتبروا الخلية الاسرية شي حاجة مقدسة وذي خمسين سانة دابا صبح العالم اللي ما تيقبلش بالزواج در راجل مع راجل كي يتنعتس بأنه عنصري سؤالي لمجتمع المغربي والمجتمعات المغربية واش بغيتوا مننا خمسين سانة وصلوا الوضعية بحال هادي ولا أكتر سؤالي المسؤولين واش بغيتوا التعاماو وتخليوا الأمور غدا هيكاك حتى مننا خمسين سانة نأدي وتمن غالي نكونوا دكيين ونشوفوا بأن هذا الدخوان اللي خدمت يضرب عدنا دابا في المجتمع يقدر يكون واحد الإشارة بأن العديد من الخالي الأسرية وصلوا لمرحلات الهشاشة فرا ما عدناش فقط لهشاشة الاجتماعية اللي محتاجة نساعدها باش تخدم و باش تأكل را عندنا هشاشة فكرية وعاطفية ونفسية اللي أخطر تعاملي لها فأنا صحتي كنقول الناس كاملين كنقولها نفسي للأول أنا مش هيجيت عنوى وكنقولها نفضل الكرة وحد السيدة زارتني اليوم قلت لي والله أستاذ إيه لك كتعرف الناس كي يقولوا هذا السيدة رأتي يكتب رأي وعرافين الفلالة فين ساكن قلت لي يا ريث اللي يورين الفلالة فين هيا قلت لي حرم عليهم عارفين الفلالة عندي فين هي يعيني فين يا tumbش love لما عرافين نعطيها لما عرفين لا لا نعطيها لموين يوريها الفيلا بغيت نعرفها العوان دي لقد قلت نعرفها فين جد اللي عديش فيلا ما عارفه قلت لي وصدرتي حلفوا ناس كده وكده لقد قلت لي بغيت نعرف واش أنا غادي نحشم مش واحدة نخاف مش واحد نقول فيلا ما نقولش فيلا قلت لي لقصت عنه نبقى ساكن في دار الكرا لأن الوقت اللي احنا فيه وزمين احنا فيه ولا كل شي ملياط على الفلوس كل شي ملياط يخرج طنويلة عما تشوف رجال كيتباهوا بالماركات اللي لابسين قلت لي أدو من الرجال عندنا رجل كيتباه أنه لابس الماركة ويسميها رجل كيتباه عنده قلق القصديرة كيف ديقوله حولون الزيرين قصديرة ويقلوا يسميها واش انتا قلت مع السيد كتتذكر معاه في فكر وكتذكر معاه في مشروع ويقول لقد نالله خرج القصدير ياودي واش نقول لك شنو كليتي فاحنا وصلنا الواحد الوقت اللي اصبحت المادة تغية واللي ونالي كان نمشيو غير الأمور الظاهرية وما كان نمشيوش الأمور الباطنية اللي هي فيها فيها خطورة كتيرا كتيرا على الأسار وكتيرا على المجتمع غادي نمشيو بروفيسور لبعض الأسامس وكان اعتدري أنه ممكناش نجاوبوا كل شي لأنه في تقريبا كان بعض الأسامس اللي كيبريوا مثلا إما اليميل دي للبروفيسور ما مو مبارك الدريبة فكيسعب أن نعطيه مباشرة ممكن لكم تواصله مع الستندار سميحة مباشرة وتعطيكم اليميل بالنسبة لكي واحد تساؤل بروفيسور السلام علي خليكم معافك جاوبوني ارجو والدي عنده 16 سنة وبغا أننا نشريو المطور هادي ده بشهر ما كي يكلش ما كيدويش معنا احنا ما بغناش نشريو لي هاد المطور وده بعتنا وقال لنا هاد غادي ينتحر يعني ولكي هددنا وباه قال ليا بأنه ده ما غي خليه أنا ماشي شي حاجة حلي تقريبا نفس الحالة ده لأنه كي تهديد دي الانتحار باش ينبيو لي الطلب دياله اللي هو مؤسف هو علاش كنوصلو مع ولادنا هاد الوضعية أنا اللي كان بغي نتسأل عليه ماشي اشنو الحل في هاد الوضعية اشنو اللي وصلنا لهاد الوضعية باش العائلات اخرى والعائلات اخرى تستفد عاوتيلك يوصل هاد الوضعية اشنو هو هو تحت قدمي ما تعبدون قالها واحد المفكير اللي تقطع عليها راسه فلما ضربوا ليها راسه بالسيف هالزور قاود درهم تحت رجله تقليل واحد كي برح في الوقت اللي كان العالم الاسلامي شاخن وقالهم تحت قدمي ما تعبدون استفزهم بهذا الجملة فهما سحابوه كي يستاهن بمقام الله سبحانه وتعالى ضربوا ليه بالسيف رقبته من اللي مات طاحت الجسد دياله ولقاو تحت رجله قرش فهو ما كاش كينعت الله سبحانه وتعالى حاشم يا الله لكن كينعت الدابة اللي كي عبدوها اللي تيوصل ولادكم ولادنا والعياد وبالله مش طهراجي يموصلوا لهذا الحال انهم يعبدوا المادة هو حرصكم انتوما الويدين على المادة من اللي تفرشوا الصالون بتوب كيف كي سميه صاحب التوب بن الشريف وتقادوا للا الطوابل وتقادوا فوق منهم السباني وتقادوا فوق منهم وممنوع ندخلوا فيهم حيث الاضعاف من اللي تتعبدوا الماركات وما يقبل الانسان يشريحاش تدراوش من اللي يبشي الانسان يغرق راسو قروضة ونمارض وقوريلا مش يدير العرس البنتوي بنقدام عيني للعديا من اللي تتبخصوا من اللي تتبخصوا من الناس الفقراء وتنعتوهم بهادوك احنا ولدنا ما تخلطوش معاه هادوك لاش كون هادوك انت والدك ممك على تسعة شهر هو والده همو في بيضا من اللي تكتروا من الناميمة من اللي تكتروا من الدغينة بينتكم من اللي ما ترحموش واحد يغرطو يجي يطلب السماحة من الواحد ويقولي لأخوار الله لا أسمحت لك شحال من بيت طلقات المرأة والراجل بسبب كلمة وجوو الناس طلبوا السماحة وما سمحوش لهم الناس فهادي البيئة هادي ما غدخلش لكم خالية فيها سرطان على الخالية السرطانية واش مزروعة مننا نبتات ولا طاحت علينا من برة كتنوض مننا من الداخل شو اللي كي يجعلها من اللي بت والتكاتر من اللي كتلقى الجيسم ديالك مع الفن وكتلقى الجيسم ديالك ما عندو جهاز المانعة قوي وكتتكاتر في كل خالية فهي لكنا بغينا نقولو نعلموه لأولادنا ما يتقولوناش الموطور وما يقولوشنا اللي ما قانا واش عمركش تيناس كيتصوروا بيد الاسرية في كم مارتهم كنشوف ناس دير السياسة كنشوف ناس الفن فيما يهدر هازي الدولي اسرية سبحان الله غد زومي وعلى ما قانتو اللي عرفتها ماركسيني غد زغرت عليه ولي تي تلقى الواحد مرة ولا رجل إيلا مشادت في الإذاعة كي يبقى يقد في حالته ويزوق دولي عروسة غنخطبوها من اللي وصلنا الواحد الوقت صبح فيه الضاهر كي يهم ولو الفقارة حاقدين على روسهم حيث فقارة واصبحنا احنا كنتباهوا بالفقر واصبحنا احنا تاج فقراتنا الفقر لأن في بعض العائلات صبحوا الفقارة كيت بنعتو بالأوباش وصبحوا الفقارة كيت تحقروا وصبحوا الفقارة ماختاش نشبهوا لهم وانا بغيت نشبه الفقارة وانا بغيت نكون ضمن الفقارة وانا تطرع برجلي الفقارة ففي العائلة دي لهاد الناس ولادنا سخرين سلوا شوفوا كيفاش حقرتوا الفقارة وشوفوا كيفاش حقرتوا حل الفقارة حتى ولدكم حقر حل الفقارة ديلكم ولصق لكم في واحد المرجعية اللي يبغى موتور واللي يبغى مجانا واللي بغى كسوة واللي بغى حاجة سينية واللي بغى واللي بغى مرحبا إذن تحياتنا لكل المستمعات والمستمع الأوفية اللي ميد غاديو البرنامج بكل وضوح حوو دائما نتلقوا في نفس التوقيت من جوجة الربعة بمواضيع اجتماعية كتخص حياتنا اليومية رفقات الكاتب والبحث في تحليل نفسي وعلم الناس بخوفيسور مامول مبارك تريبي لكم تحياتكم مساعدة عقل في الإخلاف ساميحة شوبي في استقبل مكالمتكم الهاتفية حلقة إعادة البرنامج بكل وضوح بدأت الملعشرة للليل وكانت من نوعشية ممتعة برفقتنا ورفقة جليف ساعم بروك على ميد غاديو لإدارة القريبة منكم